في ظل الأزمات المتواصلة التي يعيشها العراق بسبب الفساد والفشل السياسي تأتي أزمة انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا لتضيف عبءا جديدا ومع اقتراب فصل الصيف يبدو أن العراقيين على موعد مع أزمتهم المعتادة أزمة الكهرباء قبيل انتهاء فترة الإعفاء الأمريكي لاستراد الغاز والكهرباء من إيران أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب أن العراق سيحتاج إلى ثلاث إلى أربع سنوات ليتوقف عن استيراد الطاقة من إيران مشيرا إلى أن هذه السنوات يجب أن تكون جدولا زمنيا بالانقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة ومن دون أي تدخل من الكيانات السياسية وفي بيئة ترحب بالاستثمارات ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات للحكومة في العراق لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين رغم عقوباتها على طهران واقتصر الإعفاء الأخير على فترة ثلاثين يوما وكان متوقعا أن يستثمر العراق عشرة مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات ومع ذلك لم يحرز أي تقدم في تلك المشاريع وتظهر الإحصاءات الرسمية الإيرانية زيادة كبيرة في صادراتها من الكهرباء والغاز إلى العراق الذي لا يزال يواجه أزمة خانقة لا سيما خلال موسم الصيف بينما تؤكد تصريحات لوزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي رغبة الممسكين بالزمام السلطة بإبقاء العراق مرتهنا لطهران وإبقائه متنفسا لاقتصادها المثقل بالعقوبات وأشار الفهداوي إلى أن حكومة حيدار العبادي كانت قد تلقت عرضا سعوديا لحل أزمة الطاقة في العراق وبأسعار أقل بكثير مما تقدمه إيران لكن تم رفضه وإفشاله من طرف القوى المقربة من طهران وبحسب بيانات البنك الدولي فإن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط سنويا في حين ظلت وعود الحكومات المتعاقبة بمشاريع تحل أزمة الطاقة مجرد شعارات لم تنزل إلى أرض الواقع كحال كل الشعارات المزيفة والخادعة التي يعيشها عراق ما بعد 2003